حديثنا اليوم عن المنصق الغذائي وأهميةه والقيمة الغذائية للأغذية ما يعني القيمة؟ هذا الأكل قيمة الغذائية كبيرة أو مرتفعة أكيد الدكتورة لينا الطباعة خصائية التغذية أجدد لك التحية حراح أعيد عليك السؤال دخلنا السوبر ماركت حابين نشتري أغراض المنصق الغذائي اللي يكون فيه تفاصيل كثيرة اللي موجودة على الرف وش فرق بين المنتج هذا والمنتج هذا وكيف أنا الشخص البسيط يقدر يقرأ الملصق المناسب ويأخذ السلعة المناسبة لي تمام أول شي بالنسبة للقيمة الغذائية أنت ذكرت أنه شو يعني قيمة غذائية مرتفعة أو منخفضة صحيح الناس هيجيب بالها أنه القيمة الغذائية يعني هي أنه فيها سعرات عالية أكل دسم أكل دسم صحيح لا هو بالعكس هو القيمة الغذائية يعني هذا الأكل ما فيه سعرات كثير بالعكس فيه عناصر غذائية أعلى عالية فمثل الألياف والممكن يكون فيها نشويات جيدة وفيتامينز ومعادن فهذه القيمة الغذائية يؤدي فيها عناصر داخل الأطعمة وبتفيدنا لصحتنا طيب كيف أنا أعرف أنه هذا المنتج أو الأكل هذا قيمة الغذائية تكون عالية خلاص بما أنه احنا نرتبط فكرنا والله القيمة الغذائية كبيرة مليان بروتين مليان نشويات هذا بيشبع بيعطي طاقة بيعطي بور وهي أصلا النسب الأساسية اللي احنا نحتاجها في يومنا كيف أنا أقدر أحصل على هذا الشيء من الملصق اللي موجود في المنتج إذا دخلت سوى ماركت تمام أكيد الواحد لازم يختار المنتجات أول شي حسب الملصق الغذائي لهذا هو المفتاح لنعرف نحن نختار الاختيار الصحي لألنا ولجسمنا بينما لما بنختار الأطعمة اللي هي الأغلى أو الأرخص أو الأعلى قيم سعراً أو منخفضة السعر هذا رح يكون اختيار أكيد خاطئ لما بنختار بنقرأ الملصق الغذائي فبيكون مكتوب فيها العناصر هي السعرات الحرارية الموجودة بالحصة بيكون فيها الدهون سواء الدهون مقسمة إلى مشبعة أو غير مشبعة أو دهون متحولة ماذا الفرق بين المشبعة وغير المشبعة أو المتحولة هذه يعني هذه الدهون أنا أول مرة أعرف أنه الدهون في أنواع تكون موجودة في الأغذية هذه وهي الدهون هي الدهون مشبعة لتعتبر دهون سيئة لصحة القلب والشرايين وهي لازم الواحد هذه لازم تكون منخفضة قد ما تقدر منخفضة يعني خلينا نختار المنتجات اللي فيها 2 ميلي جرام دهون مشبعة فأقل لأنه وجود دهون مشبعة يعتبر خطير لصحة القلب والشرايين نحرص على الأشياء اللي تكون إيش منخفضة قلنا الدهون المشبعة هذي لازم تكون قليلة وإيش كمان؟ عندك أول شي السعرات بدأ تكون سعرات منخفضة ما يكون الأكل عالي بالسعرات الدهون إجمالا بدأ تكون دهون قليلة نسبياً لما نختار الدهون بدأ يكون الدهون المشبعة قليلة مو أعلى من 2 ميلي جرام الدهون المتحولة وهي أخطر شي وأخطر نوع دهون ممكن اسمها بيخوف أصلاً هذه تكون برضو تكون مفضل فالدهون المتحولة لازم تكون صفر للأسف في شركات بتحط صفر وهو مسموح أنه يكون صفر فاصلة خمسة بالمنتج ويحطوا له صفر بالموسق الغذائي فنحن هون شو حنعمل رح نقرأ المكونات تحت إذا وجدنا موجود زيوت مهدرجة أو مهدرجة جزئياً فمن بعد نهائي عن هذا الطعام لأنه الدهون المهدرجة جداً جداً سيئة ومضرة كثير لصحة الجسم في عندك الدهون الغير مشبعة اللي هي الدهون الصحية اللي حتى لو كانت موجودة بكميات عالية ما هرى حضرنا هي مثل موجودة بزيت الزيتون وغيرها من الدهون يعني هذه ما فيها فرق يعني لا تكون إنها من خفضة ولا مرتفعة هذه ما في مشكلة هذه وجودها مفيد للجسم طيب إذا تكلمنا عن الأشياء اللي تكون مضرة ما نبغىها تكون موجودة في المنتج وتكون منخفضة مثل الملح مثلاً عنا السوديوم السوديوم إذا كان عالي طبعاً هون خصوصاً مرضى الضغط المرتفع ولي عندهم مشاكل بالقلب كمان فلازم يخففه سكر الحوامل لازم تختار الملح سوري الملح الحامل لازم تخفف السوديوم أو تختار الأطعمة المنخفضة بالسوديوم أو الملح ممتاز يعني أنت قسمتها على ثلاث أقسام القسم الأول اللي هو الأشياء المضرة اللي نحاول قد ما نقدر تكون منخفضة القسم الثاني الأشياء اللي تكون على حسب حالتنا يعني ممكن الصوديوم هذا يكون طبيعي لكن الحامل واللي عنده ارتفاع ضغط الدم هذا يبعي يتجنب حتى الأشخاص العاديين رح يختاروا الصوديوم المنخفض لأنه ممكن نحنا نكون عم بين حمية وبالتالي وزنا يثبت ثبات الوزن إلو علاقة بكمية الملح بيعمل لنا احتباس سوائل فهو دايماً بيكون محطور هذه المعلومة جيدة صراحة يعني يعمل احتباس المياه أنا بسجلة عندي عشان استفيد منها لي أنا تفضل بقى الملح لازم يكون بيعمل باعتدال للأشخاص الطبيعيين وقليل جداً للأشخاص اللي هو في عندك شيء اسمه بيكون محطوطة بالموثقة الغذائية هي رقم بيكون فيه نسبة مئوية فلازم نختار لمرضى الضغط المرتفع أو الحوامل بنختار أقل من 5% لازم يكون الصوديوم بين الخمسة للعشرين يعتبر معتدل وأعلى من العشرين مرتفع من خمسة إلى عشرين هذا يكون معتدل معتدل الأشخاص العادي ما عندهم أي مشاعر أكثر من عشرين هذا يعتبر مرتفع جداً مرتفع نقول من 18 لفوق لأنه يعتبر الـ 18 رقم عالي كمان ممتاز طيب هل فيه نسب معينة نقدر نقول والله يعني لازم أخذ كفاية أو نسبة معينة في اليوم خلاص اليوم أنا أخذت كفاية من العنصر هذا ما ينفع أني أزيد أكثر من حصة في اليوم هل هذا ممكن يكون؟ حلو الوعي هذا وحلو أنه الواحد يكون عم يعرف إيش ياكل لأنه في عندك مقولة بتقول ويت ويت سو أنت كل شيء دخله على جسمك رح يظهر عليك كثير ضروري نحنا نعرف قدها عم ندخل خصوصاً من المواد الضارة اللي هي الدهون المشبع نحسبها على طول المتحولة ما ناخد متحولة أبداً بكل أكلنا وكذلك السوديوم والسكر أنا ما حكيت لسه عن السكر لازم الواحد يأكل الأكل بتوازن ما يكثر من الأشياء حتى لو كانت صحية يعني حتى زيت الزيتون ممكن يعتبر عالي بالسعرات الحرارية ويؤدي إلى مشاكل وتمنى فبالتالي السمنة رح تأدي إلى أمراض ثانية مثل السكرية يعني لازم يكون فيه توازن في كل الأمور دكتور والرياضة يعني السمن صراحة السمن اللذيذ ويطعم الأكل بس إنه تقيل وممكن يكون فيه يعني عليه شوية أضرار وشوية مشاكل إذا أنا أحب السمن الحيواني ولا السمن هذا كيف الطريقة أني أقدر أخذ بطريقة متزنة أمارس رياضتي وأعيش بصحة كويسة أهم شيء أنه لما مناخد السمن منعتبره هو أفضل خيار مناسب أكثر من الزيوت النباتية اللي موجودة مثل زيت الألية وزيوت بأنواعها زيت الذرة ودوار الشمس السمن يعتبر خيار أفضل لأنه ما فيه كتير نسبة عالية من الأوميغا سكس مشكلة الزيوت الثانية النباتية فيها أوميغا سكس عالي نحن بنحتاج الأوميغا ستة هذا النوع من الأوميغا ولكن لما بيزيد نسبة الأوميغا سكس عن الأوميغا ثري رح يصير في عنا التهابات التهابات بكل الجسم فالأفضل أنه نختار السمن مثل ما هو حكى الدهون المشبعة سواء الزبدة غير المملحة أو الثمن نفسه أو الدهنة اللحوم ولكن كثرتها رح تأدي إلى كمان إضرار مثل بالقلب والشرايين وتأدي إلى ارتفاع الضغط فالأفضل أنه نحن ناخد الأطعمة هاي بتوازن ونلعب رياضة ونشرب موي بكمية كتير كبيرة لحتى ما تأثر علينا سلبا هذه نقطة جدا مهمة اللي هي شرب الماء والرياضة هذه صراحة نقطة جدا مهمة أنا جربتها يعني وقالت جربتها والحمد لله قادة تعطي نتائج جيدة طيب نستكمل حديثنا تكلمنا احنا عن الدهون المشبعة والسعرات الحرارية والدهون المتحولة والدهون غير المشبعة وقالنا كيف احنا نقراها في الملصب استكمالا للأشياء اللي نحرص إنها تكون بنسب قليلة ذكرنا قبل الفاصل السكر كيف نسب السكر اللي تكون موجودة في الأغذية يعني بحثنا أنا يعني بحثنا هذا أفكر فيه كثير شي مالح ولا حاجة مالح أولقى فيه نسبة سكر كده مرتفعة كيف احنا نقدر ناخذ الغذاء المناسب لكون نسبة سكر مرتدلة أو ما فيه سكر أهم شي نقرأ أول شي السكريات الكلية يعني total carbs موجودة بالملصق الغذائي نسبة أو كمية الكربوهايدرات لازم ما تكون عالية جدا يعني ما تزيد عن عشرين كمان عشرين جرام من الأشويات لازم يكون بالمنتج فيه ألياف وكل ما زادت نسبة الألياف كل ما قلت total carbs أو السكريات الكلية كل ما قل حسبة النشويات لأنه ألياف هي نشويات ولكن الجسم ما بيمتصها فبالتالي بتساعدنا لنشبع أكتر وبتساعدنا حتى يقل مستوى الإنسولين بالدم ما يرتفع كثير ويرتفع الإنسولين له أضرار كثير بالجسم وطبعا بتسمى وبتسمى طيب ثاني السكر اللي هو السكريات الشقر الموجود بالمنتج لازم ما يزيد عن الحصة الوحدة عن أربعة ميلي جرام سكر أربعة ميلي جرام ممكنها شوي أربعة جرام سوري أربعة جرام السكر حتى أربعة جرام حصة برضو شوية لا هو الأفضل نحن نحب السكر نحب الحلويات السكر يعتبر سيء جدا للجسم ونحن ما بنحتاجه خصوصي السكر البسيط وما تنسى في الفواكه كلها فيها سكريات يعني نحن ما نتناول الفاكهة أو الفاكهة المجففة فيها سكر فهذا السكر المضاف بالمنتج غير مرغوب فيه يعني كثير مننا أنا أحب السكر أحب السكريات على كثر الضرر اللي قد تكون تسببوا لنا السكر الصناعي أو السكريات العادية اللي منتشر الآن والسكر الطبيعي اللي موجود في الفواكه يعني أكيد فيه فرق بين هذا وبين هذا وش الفرق بين السكر الطبيعي في الفواكه والسكر الصناعي؟ هلا نوع السكر سواء كان موجود بالفواكه اللي اسمه الفركتوز أو السكر اللي موجود لجلوكوز واسماء أخرى من السكر كلها بالجسم الجسمنا بيستقبلو بالأخير هيحولوا لنفس النوع السكر اللي هو الجلوكوز الفرق إنه بالفاكهة وخصوصا لما مناكل الفاكهة كاملة غير لما منشرب عصير الفاكهة لما منتناول الفواكه رح يكون فيها ألياف والألياف رح تمنع أو تبطئ من امتصاص السكر وبالتالي ما حيصير في عنا ارتفاع حاد بسكر الدم اللي هيؤدي لأنه البنكرياس تفرس الإنسولين بكمية كبيرة بفترة كتير قصيرة وبالتالي يؤدي إلى مشاكل صحية ولمقاومة الإنسولين نتناول الفواكه أفضل ما أكيد من أنه نتناول قطعة شوكولات فيها سكر وفيها دهون نفس الوقت يعني الناس اللي عاملين دايت أو برامج غذائية أو شيء هل السكر يكون اللي موجود في الفواكه بيكون بتأثيره نفس السكر العادي اللي قاعدين نتناوله؟ ليفضل أنه الأكيد اللي عم يعملوا دايت ويعملوا حميات اللي يخففوا من وزنهم يحدوا من تناول الفاكهة يعني يكتروا خضرة أكتر من الفاكهة لأنه بالتالي الفاكهة هي فيها سكر والسكر لما نحن عم ناكله رح يعطيني جسمنا طاقة لما نحن عم ناخد هذه الطاقة كيف بدنا ننزل وزننا؟ أهام متاسم إذا جسمك عم ياخد مصدر الطاقة بسرعة؟ يعني في بعض الناس يعملوا أتوقع أن تكون مارسات هذه خاطئة من بعض الناس اللي يقول لك أنا عامل دايت وخلاص اليوم ستعش فواكه ويأكل كميات كبيرة من الفاكه يقول لك هذا سكر طبيعي وهذا الخفيف أكيد هل هذا الشيء غلط؟ أي غلط كتير كتير أول شيء نحن لما بنعمل دايت ما نحرص أنه ناخد نحافز على العضل بجسمنا أول غلط عمله أنه هو رح ينزل عضل مدهون ثاني غلط أنه هو أكل السكر بكمية كتير كبيرة لو تعشى فقط لنقول زبادي مع الفاكهة رح يكون أفضل حبة فاكهة مع العشاء وبلس إضافة البروتين مصدر البروتين ليحافز على العضل يعني سبحان الله الناس بيفكر يقول لك والله فواكه حاجة طبيعية ما رح تسمى ولا رح تعمل لشيء خليني أخذ منها قد ما أقدر طيب في الملصقات كلمنا عن الأشياء المضرة في أشياء ثانية برضو نحرص أنها لا تكون مرتفعة يعني غير اللي ذكرناها الدهون المشبعة السعرات الحرارية لا تكون مرتفعة الدهون المتحولة والدهون الغير مشبعة هذه يعني نحرص أننا لا نكثر منها ونسبة السكر وش في شيء ثاني مضر ممكن إحنا ما نقدر أو نبعد عنه تمام هلأ بالنيوترشن الجدول لا نحنا هون نكون خلصنا تأكدنا من كل شيء هذه الأشياء خلاص ما هي مرتفعة معناته إحنا في الطريق الصحيح للاختيار صحيح نحنا ذكرنا الأشياء اللي موجودة بالجدول بالملصقة ننطلع على المكونات كثير مهم أنه نتأكد أنه هذا المنتج مضار نطلع على المكونات إذا كانت المكونات فيها أسطر كثيرة خلينا نقول أكثر من سطرين فهذا المنتج أكيد في إضافات غير صحية ولازم نتجنبه ثاني شيء لازم يكون عندنا ترتيب المكونات هي موجودة هي مرتبة تنازلياً يعني من الأعلى تركيزاً للأقل يعني ما تكون بشكل عشوائي هي محطوطة لها ترتيب معين مرتبة بترتيب بحيث نحن نقرأ أول ثلاث مكونات هنا المكونات الرئيسية لهالمنتج فكلما زاد تركيز المكونات الرئيسية نعرف أن هذا المنتج مكوّن من هذه الأشياء لازم نعرف نوع الأكل هل موجود بالبداية سكر أو موجود مثلاً دهون بالبداية ببداية المكونات أساس أو هو مكوّن من شيء طبيعي كالحبوب الكاملة أو الفاكهة الطبيعية تكلمنا عن الأشياء اللي نحرص أنها تكون منخفضة وأشياء تكون ضارة وأنا سجلتها عندي صراحة يعني هذه المفروض تكون يعني قانون أو قاعدة نمشي عليها حرفياً الأشياء المهمة اللي ممكن إحنا نحتاجها إذا اعتمدنا مثلاً على هذا المنتج نقول أنه هذا هو الشيء الأساسي في وجبتنا اليوم وش القيم الغذائية اللي نحرص على وجودها تكون جيدة ومرتفع موجودة في الملسط اللي لازم نحرص على وجودها بكمية كبيرة نبسط لما نفرح لما نشوفها نسبتها بالدايلي فاليو عشرين بالمية عندك بيكون محطوط الألياف أهم شيء يكون فيها ألياف عالية يكون فيها دهون مشبعة مثل ما ذكرنا يكون فيها كمان البيتامين والمعادن مكتوبة بآخر الملسقة الغذائية بيكون محطوطة عندنا الحديد البيتامين أي بيكون كمان فيه الكالسيوم وبيتامين دي كلما زادت نسبة الدايلي فاليو لهالمعادن نحن لازم نكون كتير مبسوطين وعارفين إنه هذا المنتج رح يكون صحي ومفيد لجسمنا ممتاز هذه الشغلات طيب يعني أنا بقالت جيني أسئلة كتير تقول وش هذا بالنسبة للمعاكلات هذا ينطبق للمشروع يعني تنقدر نطبق هذا القاعدة للمشروبات الحصيرات المياه الغازية نتكلم مو المشروبات الغازية المياه الغازية والمياه العادية هذي أكيد فيها نسب وبالحاني المو يجي يقول لك أشوف نسبة الصوديوم نسبة مدرئة شغلات كثيرة إحنا ما نفهم فيها هل هذا ينطبق برضو على المشروبات زي المأكلات اللي تكلمنا فيها طول الحلقة؟ هلأ المشروبات نحن دائما نحاول إنه ناكل نتناول طعامنا وما نشرب يعني يفضل لأي شخص إنه يكون يكثر من الطعام يعني يتناول الطعام ويبتعد عن العصائر لأنه كل العصائر حتى لو كانت طبيعية رح تأدي إلى زيادة الوزن هنا ناس يقول لك والله أنا أبغان حفو أشرب عصير مع الأكل هذا غلط؟ غلط العصير بيرفع سكر الدم بطريقة كتير عالية طبعاً في عنا بدائل العصير مثل ما أنت ذكرت المياه المعدنية تعتبر مثل المي العادية من عدها سوائل بيحتاجها الجسم بالنسبة للعصائر فينا أكيد إنه نشوف أي عصير أفضل إنه نشوف ما فيه سكريات مضافة ويكون فيها معادن وفيتامينات ولكن الأفضل إنه نتناول الطعام أكثر ما سعراتنا نتناولها أكثر ما نشربها وبعد ما نأخذ الأكل نأخذ الوجبة فوقتها نقدر نشرب الأشياء نقدر نخلي العصير كوجبة بعدين أو كسناكة أو كشغلة يكون بين الوجبات صحيح هذا الكلام؟ صحيح هلأ فينا نعمل سموذيز سموذيز لأنه بتختلف عن العصير في هذا الحر يعني أكيد في هذا الحر والسموذي ما بيكون فيه يعني بتكون موجودة الفاكهة كلها مخلوطة من دون ما نشيل الألياف يعني مثلا فينا نعمل سموذي لنقول العصير حليب نختار نوع جيد من الحليب بناسبنا نحط معاه ثوان ثوان نوع جيد من الحليب وش قصدك بنوع جيد من الحليب؟ هل لها برضو نطبق عليه سالفة الملصقات اللي موجودة؟ لا يعني مش فيه أشخاص عندهم يعني عدم تحمل أو حساسية من السكر اللاكتوز موجود بالحليب فهو أكيد رح يروح على حليب اللوز ممكن هذا الشخص يكون عنده مشكلة مع اللوز وحساسية من اللوز يروح على حليب جوز الهند يعني نحن نعرف الحليب حسب هذا طايحين فيها ترندل ما عليش إذا طلعنا على الموضوع دكتورة بس يعني هذا ترندل الآن الكل قاعد يتكلم عنه اللوز حليب جوز الهند وأنا ما أشرب إلا هذا الشيء هل هذي فعلا يعني نظرية صحية ولا الحليب العادي يكون أفود من هذا يعني إحنا عرف إحنا صغار أن الحليب كالسيوم ومفيد والأطفال لازم يأخذوا بشكل كبير ليش الآن تغيرت العملية؟ لأنه كل شخص جسمه مختلف عن الشخص الثاني وما فينا نطبق أنه شيء مفيد لكل الأشخاص سواء كثير الحليب مفيد أكيد وفيه معادن وفيه كالسيوم وإلى آخره بروتين كفاية يعني حتى الحليب البقر فيه كالسيوم أكثر من أنواع الحليب الثاني بس المشكلة اللي فيه هو فيه الكازيين بروتين الحليب فيه أشخاص كثير عندهم مشاكل منه وكان تريجر يعني بتزيد أو بتحفز مشاكل كولون العصبي لعند بعض الأشخاص وفيه كمان سكر اللاكتوز لنفس الشيء فيه أشخاص عندهم حساسية وعدم تحمل أو عدم تحمل من اللاكتوز وهو سكر الحليب فبيروحوا للحليب الخالي من اللاكتوز أو بيروحوا بيتناول وبيشربوا الحليب البديل اللي هو حليب الرز الشاعير رجوز الهند اللوز حسب شو هو رح يناسبه وما رح يتقزمنه وحب طعمته أكيد غالي هذي المنتجات دائماً بالأسف هاي هلأ فيه أشخاص بيعرفوا يعملوا الحليب اللوز آآ في البيت قدروا سوق بس مو بسهولة أكيد وصار عندنا انطباع أنه الشيء اللي سعره غالي معناته هذا كويس هاتمنه يعني يأخو يستخدمه هاي خدعة عم تعملها كمان شركات المنتجات العضوية لأنه مو أي شيء مكتوب عليه مثلا خلينا قول عضوي هو فعلا عضوي بحطولك أنه آآ هذا المنتج آآ عضوي وخالي آآ أو أو مثلا سكر عضوي طب هذا سكر حتى لو عضوي هو سكر فبالتالي هو غير غير مفيد فبننتبه أكيد مو كل شيء عضوي هو سحي طيب آآ أنا جاني هنا سؤال يقول اللي ياخد نسبة السكر في آآ اليوم أكيد إحنا عندنا حصة يعني معينة في اليوم من السكر يحتاجها الجسم صحيح؟ هل نقدر ناخذ هذه من العسل؟ أو هل العسل برضو يكون من الأغضية اللي يكون نسبة السكر فيها عالية؟ آآ بيعتبر العسل مثله مثل السكر فجسمك أنت رح ياخد العسل هاد ويحلله لغلوكوز بالتالي هو سكر ناس يقول لك والله عسل تمر هذا شيء طبيعي كل منه قد ما تقدر خد راحتك في الأكد لا هذا الشيء رح يضره إذا كثر منه بس كمان العسل إله خصوصا إذا كان نقي وإله فوائد كثيرة على الجسم ومضادات أكسدة ومضاد التهابات وبيحارب السلطان فممكن ناخد ولو ملعقة شاي الصبح ما رح يضرنا أكيد طيب نرجع نستكمل حديثنا قبل وشيكنا نتكلم عن ناخد حليب عشان نعمل سموذي الفاكهة بكل مكوناتها نستكمل حديثنا عن هذا الشيء وكيف مدى فايدتها تمام هلا أنا مثل ما حكيت وهيب إنه العصائر غالبا بتكون مضرة وبترفع سكر الدم وبتزيد السعرات من دون أي فائدة لأنه بتكون راحة منها الألياف أما لما بنعمل سموذي مثلا نضيف الحليب ونحط معه خلينا نقول ملعقتين زبادي يوناني إذا معنا مشاكل الحليب ونحط معه موزة أو نص حبة موزة حسب احتياجنا ومثلا كوب من التوت أو الفراولة المجمدة نضيف معه بينات بوتر زبدة الفول السوداني لزيادة البروتين نحن هون ما عد في حاجة لناخد بروتين مضاف مثل البروتين باودر للرياضيين نحن أخذنا كل شي بيحتاجه جسمنا بهذا كله طبيعي كله طبيعي ومدون ما يزيد وزننا بالعكس أخذنا الفاكهة بطريقة كتير منعشة وأفضل ما نكون تناولنا أو شربنا عصير خالي من الفائدة طيب أنا فينا سؤالين جانية الآن وما نبغى نطلع بعيد عن موضوع حديثنا بس في ناس تتكلم تقول الشوفان ليش الشوفان دائما مفيد والناس توصي بأخضر وأنا بغى زيد على الشوفان الموز ليش الرياضيين يحبوا يأكلوا الموز كثير أنا عارف بس نبغى نعرف مستمعين هلا نحكي عن الأول شي الشوفان الشوفان للأسف في كتير أشخاص صاروا يعتبروا سيئ وفيه كمان خصائين لا بيعتبروا ممتاز هي اللي بتفرق إمتى نحنا عم نتناول الشوفان وشو الكمية اللي عم نتناولها من الشوفان كتير دراسات الجديدة أكدت أنه الأفضل أنه يكون الفطور تبعنا ما فينا شويات عالية يعني بالعكس نتناول الفطور فيه بروتين والعشا يكون فينا شويات معقدة ممنا شويات بسيطة فالشوفان أفضل نتناوله المساء يعتبر إن أكثر الناس الآن تفطر شوفان يعني يقولك أنا بأخذ شوفان الصباح هو مغلط ما في قاعدة ثابتة بس نحنا عم نحكي لنزول الوزن لحتى ما نرفع السكر الدم بطريقة كتير عالية نحنا بنكون معدتنا فاضية فلما بنتناول الشوفان فورا الصباح رح يزيد سكر الدم يرتفع والإنسولين يرتفع بكمية كتير عالية فهذا الشي رح يسبب لك جوع طول الوقت وإرهاق بتلاقي حالك ضايخ بعد شوي تبغى تاكل تمر أو أي شي فيه سكر بسرعة لأنه ارتفع سكر الدم ورد نزل لأنه الإنسولين نزلوا بكمية عالية طيب فيه ناس يقول لك لا أنا أبدأ بداية اليوم وعندي مجهود فبحتاج سعرات حرارية بحتاج سكر لأنه أنا بداية يومي أحتاج هذا الشيء هذا الشيء غلط؟ مو غلط ما في شيء اسمه غلط يفضل إنه نتناول الشوفان على العشاء فينا نتناوله الصباح إذا تناولنا الصباح نتأكد إنه نحنا عمناكل مع بروتين يعني حليب وبيض مثلا نسلو طيب يعني أنا تنصحي وجبتين أنا عندي شوفان وحليب وعندي بيض وحليب وحليب وش الأفضل؟ أكيد البيض طيب ممتاز تناول البروتين على الفطور أفضل من تناول الله شوفان طيب بالنسبة للناس اللي يعملوا الرياضة الصباح يفرق برضو معهم؟ هلا كتير أشخاص عملوا يعني يعملوا الرياضة أول ما يصح من الناول قبل ما يفطر ما في مشكلة حسب نوع الرياضة أكيد للتضخيم أو هي للتنشيف أهام الرياضين اللي بدون ينشفوا الأفضل إنه يعملوا الرياضة قبل الإفطار إذا بتحملوا إذا ما بتحملوا بيصير معهم ضوخة أكيد ما يجبر حاله فيه يتناول البيض مثلا أو الجبن الحلوم المشوي خلينا نقول ويلعب بالرياضة وإذا كان لها كمال الأجسام والأشخاص اللي بدون يضخموا فلا حيضيفوا النشويات مع البروتينات ممتاز في أسئلة هنا جتني تقول ناس كثير تسأل دايما يحضرون من تناول الخبز الأبيض وأضرار الخبز الأبيض المشكلة أكثر شي نحب الخبز الأبيض أطيب شي ولازم وجباتنا ما تخلى منه خلينا نتكلم عن الأمور السلبية اللي قد تجينا من الأكثار معنا نبغى نقول من أكله لا من الأكثار من الخبز الأبيض الأكل تناول الخبز الأبيض يعتبر ضار خلينا نتفع عليه أكيد إذا أكلناه بكمية بسيطة خلينا نقول الرغيف أو شريحة توست أبيض اليوم واجبه واحدة في اليوم يعني مو مشكلة يعني فيها من مرأة بس الأفضل طالما نحنا عنا البديل اللي هو الموجود بالسوق بكثرة اللي هو خبز الشوفان أو خبز النخالة أو البر هذا يكون بديل أفضل بديل أفضل بديل أفضل يعني هذا نقدر نقول أن خبز النخالة وخبز الأسمر الأشياء المضرة في الخبز الأبيض مش موجودة فيه خلينا نتكلم بالعربي يعني كده بالواضح مضرة خلينا نقول الأشياء المفيدة موجودة بالخبز النخالة والأشياء المضرة مثل أنه حطينا سكر مضاف الخبز الأبيض حطينا إضافات كررنا قعدنا تصنيع الحبة فبالتالي هو مضر الخبز الأبيض الخبز البر أو النخالة أفياد ليش؟ لأنه فيه ألياف توقف حبة القمحة كاملة موجودة فيها وهذه الألياف كمان بيكون معها الفيتامين بي كومبلكس اللي هي كتير مفيد لنا ولأعصابنا وحتى أنه لقوا دراسات جديدة اللي بيتناولوا الخبز الأبيض من السيدات بعد عمر الخمسين بيصابوا بالكآبة لأنه بتقل فيه الفيتامين بي الفيتامين بي بيحمينها وبيحسن المزاج والمودة موجود بالخبز الأسمر والنفسية برضو كمان يتحكم فيها طيب اللي يقولك أن الخبز الأبيض ما في فرق بينه وبين الخبز الأسمر كسعرات هذه معلومة صحيحة مضبوط كسعرات ما في فرق طيب صراحة الحديث والله معك ممتع وفي أسئلة كثير قاعدة تجيني أنا من في الإعداد وأسئلة من المستمعين لكن احنا تقريبا وصلنا لنهاية حلقتنا معك دكتورة لينا الطباق خسائيات التغذية قبل ما أختم معك أبغى منك نصيحة لمستمعي جدد حياتك يعني صراحة كان وديني أن نتكلم عن الأنظمة الغذائية وأنظمة الدايت يعني الصيام المتقطع الكيتو الدايت القاسي بس للأسف الوقت داهمنا وأكيد يعني سنأخذ من وقتك مرة ثانية إطلاح حلقة ثانية إذا سمحتنا دكتورة الله يساعدك نصيحة لمستمعي جدد حياتك أو كلمة أخيرة الكلمة الأخيرة أنه يستمتعوا بحياتهم يستمتعوا بحياتهم بطريقة الصح ما ينسوا أنه أهم شيء لإلون هو لعب أو تمارين الرياضية وممارست الرياضة أنا من أول أستناك تقولي هذه الكلمة هذا الأول والأخير لحتى أنتم تحافظوا على صحتكم ويتحافظوا كمان على لياقتكم نحن نكبر كلما كبرنا بالعمر كلما زاد الوزن للأسف فبالعكس إذا مارسنا التمارين الرياضية رح نحافظ على صحتنا وكل شيء تاني والسموم وأي شيء متراكم بجسمنا دار رح يطلع من جسمنا عن طريق العرق وتنفس إذا قد لا أهمت على عمل للخطة سيئة نحن 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 نعيش